موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية وخلينا نرحب بضيفنا وضيفكم النهاردة المحل الألفاني الجميل كابتن تامير بدوي حبيب أهلا بيك زيب الحمد لله كله تمام خلينا بوجودي مرة من جديد في قناة النبي الأهلي وانا أسعد بيك والله ربنا يا خلينا بسعد بيك فيش كل وقت خلينا نبتدي من مطش الهلال السوداني والأحداث اللي جرت فيه بس قبل الأحداث عايزك تكلمني على الشكل الفني اللي شفته بعتقدني دي أول مباراة لفايلر بيقديها بشكل فيه سابات كبير أول اللعب إيه رأيك طيب هو عشان أتكلم على مباراة الهلال السوداني لازم أعمل فلاش باك شوية الفلاش باك بتاعي أن من قبل المباراة أنت للأسف الأهلي ما كانتش كسب أي مباراة خارج أرضو دي كانت مباراة مهمة جدا وجهة نظري الشخصية واللي كان جمهور الأهلي كمان استف شرخير فيه رينيفايلر أن الراجل هيجي عاوز يرجع هيبت واسم وتاريخ النادي الأهلي في الكارة وده هيجي من أن أنت لازم تبدأ تتعود وتعود لعيبتك أنها لازم تكسب برا خاصة أن أنت أكبر فرقة في أفريقيا أكتر فرقة معها اللقب فرقة لك تاريخ كبير جدا فلازم تبدأ تشتغل على الموضوع ده خاصة أن أنت في الموسم اللي فات اللي قابليه خسرت الفاينل قدام التراجي التونسي 3 بأداء سيء جدا الموسم اللي فات خسرت برا أرضك بنتيجة موزلة أمام سانداونز فده طمع فيك المنافسين اللي بقوا بيلعبوا الأهلي خاصة لما الأهلي بقوا بيروح ومعلش يديني فرصة أن أنا أقول فيه مفهوم كبير جدا لازم يتغير في عقلية المصري وبالتحديد في النادي الأهلي اللي هو حتة أن لازم أنسى حجبة التمانينات حجبة التسعينات وحجبة أول عشر سنين في الألفية الجديدة ألا وهي الفكر اللي هو إيه أنا هلعب الأفاركة في دوري أبطال أفريقيا أنا هروح ألعبهم هناك لازم أبدأ أغير مفهوم أن أنا هلعب أفاركة دي ناس سازجة ناس غشيمة ناس هروح أتعادل معهم في أرضهم وفي أجواءهم واجبهم عندي في الكهيرة أديهم زي ما بنقول كده إيه درس في الكورة الكلام ده لازم يتغير العقلية دي أو التفكير ده لازم يتغير بكل المقاييس بتكلم بشكل عام والأهلي بشكل خاص بشكل عام أكبر دليل على كده مباراة مصر وجزر الكمرو اللي فاتت مصر إيه في الكورة وجزر الكمرو إيه في الكورة شفر إيش هازم حلوة أيه اللي حصل في المباراة عاوز الحق ولا بنعمه الحق طبعا اتنفضنا كورة وسط الأجواء ليه بقولك مفهوم التمانينات والتسعينات والأول عشر سنين من الألفية الجديدة لأن أولا أنت كنت زمان بتلعب بجمهور دلوقتي أنا بلعب بجمهور محدود عشر تلاف خمس تلاف خمستاشر ألف فما بقاش زي زمان اللي هو هجيبهم حتة أنه هجيبهم في استاد الكهرة والمية وعشرين ألف هيحركوا الحجر وهكسب يعني هكسب طيب الموضوع ده ما بقاش زمان في حين أن الملاعب في أفراكيا اتحسنت ده تاني عامل أو أولا أول عامل أن أنت ما بقتش بتلعب بالفول كاباستي أو الساعة الكاملة للأستاد تاني عامل أن الملاعب بتاعة أفراكيا مش عايزة أول كلها بس معظمها اتحسن نظرا أن في دول بقت صغيرة بقت بتنظم أمم أفراكيا يعني مثلا غنية الاستوائية والجابون أنجولا لما شفنا الزمالك مثلا بيلعب أول أغسطس أنجولا كانت بتنظم 2010 فملاعبة تحسنت ده شجع الأفرقى أن هم يلعبوا كورة حجتهم الأولى وكان عندك مبرر أنت كنادي الأهلي أو أندية مصر أو منتخب مصر لما تروح مع الأفرقى ما تلعبش كورة قوي لأن الأرض مش مساعدك والأجواء مش مساعدك الأجواء دي كلها تغيرت بقى فيه طيران مباشر الأول كنت بتروح مش عايزة أولي الشركة مثلا بس تروح لفرنسا ومن فرنسا تنزل على دول أفراكيا تليف لفة كمانا ولو ما بتلعبش في العاصمة تاخد طيران حربي واللعبة تعمل الشنط مخدات وتنام فكان السفر مرهق جدا دلوقتي السفر ما بقاش مرهق الملاعب تحسنت الإقامة تحسنت فما عندكش أي مبرر يمنعك أن أنت تلعب كورة طيب أدي تاني عامل هو كمان بقى بيلعب عليك كورة والدليل أن إحنا يعني بلغتنا كده المصري عشنا وشفنا سانداونز بيكسا بالأهلي خمسة خلاص فهو بقى بيلعب عليك كورة بس ظروف المباراة من كم إيه هي ظروف المباراة ظروف المباراة يعني كم فيه ظروف خارجة يعني ما فيش مجال وحركة اللي هتقول بعد شوية خلي بالك أنا مش يعني عارف عارف وكل صراحة وأنا على فكرة أنا عاوس بس أقول في البداية أنا الفترة اللي اشتغلتها في قناة النادي الأهلي بجد أنا أطالع منها كل الاحترام للمسؤولين من أول مجلس إدارة النادي نفسه للإدارة القناة عمر ما فيه أي حد قال لي قول إيه وما تقولش إيه أو حتى بعد ما أقول حد قال لي أنت ليه قلت كده ما كانش لها لازمة وده اللي باحترمه عشان كده لما كل المسؤولين من أول أستاذ خالي التوحيد الله أرحمه الله أرحمه دكتور محمد العدل حتى الأستاذ أي منبقى كل محدش قال لي تقول إيه وأنا ما تقولش إيه صحيح وعشان كده أنت موجود إيه النار بصراحة بأماني فهروح بقى لمباراة الأهلي والهلال أنا كنت مستني بصراحة أن الأهلي يلعب على الفوز أولا الهلال السوداني ما هواش المؤفنين ما هواش المنافس المرعد طيب عشان ما أخدش المشاهد من حتة لحتة أنت قلت من أنت غير العقلية من بس ما قلتش إيه لها عشان لو أضح لي برابا عليك إيه لأن أنا خلاص النهاردة كل مش عاوز أقول الرؤوس تساوت بس نوع من أنواع أن الرؤوس تساوت ودي لها نقطة بغياب الجمهور بتاع النادي الأهلي اللي كان بيملى المدرجات الكسور اللي عندنا برابا عليك الرؤوس تساوت إن كله بقى طمعان في كله خلاص كله بيلعب يعني زي ما قلتلك إحنا عشنا وشفنا شفنا سانداونز بيكسب الأهلي خمسة للأسف الترجي كسب الأهلي ثلاثة والأهلي مالوش هجمة واحدة خطر على المرمى يا جماعة دي حقيقة إنت لازم يعني زي ما بنقول تحس بيها وتتوجع عشان تشتغل على نفسك وتتحسن وما تتكررش الحاجات دي تاني فإذا لازم العقلية تتغير من اللي إحنا قلنا عليه إلى أنا لازم ألعب على المكسب في كلهم وإنت النادي الأهلي إن الديع وما فيش وما ارتكنش للتاريخ مظبوط مظبوط إنت لما تيجي تكلمني على الجروب ستيج الأهلي يفنش الجروب ستيج ما يكسبش ولا مباراة برا لأ معلش أعذرني لما تيجي تكلمني الموسم اللي فات الأهلي يخلص الجروب ستيج وما يكسبش ولا مباراة برا في مجموعة فيها سيمبة وشاببت الثورة اللي كان بيشارك لأول مرة في دولة أبطال أفريقيا سيمبة وشاببت الثورة والإعداد يفكرنا في المجموعة السنة السنة اللي فاتت أنت مكسبش ولا مباراة سيمبة وشاببت الثورة وخسرت المباراتين وتعادلت مع شاببت الثورة الحقيقة أنه الفترة اللي كانت مميزة في فترة مانو الجوزي اللي إحنا بنتمنى أن نلاقيها في فيلر أنه كان مكسبه بلعب على المكسب برا وجوه برا وجوه فده كان مميز جدا مميز جدا لمنو الجوزي دلوقتي إحنا بنتمنى أن نكون مع فيلر هذا الموضوع ده أول خطوة اللي هترجعك لمنصات التتويج اللي هي إيه أن أنت لازم ترجع هيبة النادي الأهلي تاني من جديد برا خلاص ليه عشان عشان ما تتواجهش أن الترجي ينزل يبقى طمعان فيك علشان ما تخليش مثلا فرقة زي سانداونز تنزل تبقى بتجيب الأول والتاني والتالت وعادي جدا لأ أنا النادي الأهلي ليك هيبة في أفريقيا ما ينفعش تخسر بالمنظر ده والهيبة تأتي من احترام المنافس بالتأكيد اللي هي إلا إنت عايز تقولها الندية المنافس تلعب كورة تلعب كورة وتلعب على المكسب دي عشان يبقى تكملها للي أنت قلتو اللي هي من إلا إن أنا لازم ألعب على المكسب ده إنت النادي الأهلي أنا بالنسبة لي أنا كنت ألعب في نشئين الأهلي صلا إحنا ديما تربين على كده أي حاجة غير المكسب إنت فاشل إحنا تربين على كده أي حاجة يعني لو وصلت الفينال واخسرته إنte فاشل فيش حاجة أسمعه برافو يعني يعني دايما حتى بشبه ألمانيا بالأهلي إنت أي حاجة في ألمانيا غير المكسب البطولة أو اللقب إنت فاشل طب يا عام عندما وصلت ألي يعني إنت فاشل إنت الأهلي أو إنت ألماني لازم تكسب لا شيء غير المكسب الهاله سوداني الى اليسداني وسيادة كتراح داخل في انه المباراة تحديدا وشفتها ازاي بعد سلسلة من المباراة الخارجية اللي جمهور النادي قالي ما كانش راضي عنها زي ما قلتلك ما تخلي للمباراة دي قلتلك عاوز اعمل فلاش باك فلاش باك زي ما قلتلك للمباراة بتاعة المجموعة اوكي هستسني اول مباراة دي اللي ممكن هتفق فيها معاك ان فيه ظروف ان اي من اشرف قدام النجم السحلي الترد في اول ربع ساعة وبتلعب فرقة لها اسم برضو في افراقيا وبطلة البطولة قبل كده على حسابك في 2007 فاذا فيه استسنى وخاصة ان انت لعبت كورا حاولت تستحوز وعملت هجمات اتفضل خلينا نتكلم على الهراء السوداني وماتش الهراء السوداني فنيا وتنظيميا بكل التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصيل اشتركوا في القناة وارجعنا لكم مرة تانية وتوقفنا قبل الفاصل مع مباراة الهلال السوداني وانت شايفة ازاي بعد سلسلة مباريات خارجية للنادي الاهلي الجمهور مش راضي قوي عنها خارجيا لكن راضي في المجمل العام عن فيلا طب هي كانت فيتا كلاب في النادي اللي احنا كنا بندور عليه فيتا كلاب فيتا كلاب وسينبا وشباب تتصور سانة الفاتب شايف ان الشوت الاول كان فيه شخصية للاهلي شخصية قوية جدا كمان وبساعده بصراحة نزاهة الحكم اللي ما اللي ما تخضش وما تأثرش باعتراض الهلال قبل المباراة على تعيينه والدليل على كده ان الفولات او العنف المفرد شوية من قبل لعبة الهلال مع اي من اشرف بالتحديد في اول ربع ساعة في الطرف الشمال الراجل قابلها على طول بطاقات صفرة صحيح فده ادى دافع للاهلي ان المباراة هتمشي بنزاهة يعني هلعب كرة هاخد حقي صحيح الاهلي الشوت الاول كان كويس كان فيه شخصية صحيح ملوش خطورة على المرمى وبس بعيب شوية ان انت جالك حوالي ما يقرب من ستة الى تمن ضربات سبتة ما بين ركنيات وفولات على الاتراف كتير قوي وما تمش استخدامها افضل ما يكون ولازم تبدأ الاهلي مع اني سبحان الله في بداية الموسم لو فاكر الاهلي اصلا افتتح الاهداف مع ريني فيلر في السوبر المحلي بخداع جيد جدا من الدربة السبت على ما اتذكر كان اجيه سجل في السوبر من دربة ركنية اطع في القيم البعيد وحط على طول صحيح فغيابة دربات السبتة دي لازم الاهلي يرجع يسترد كويته في تنفذها لان التفاصيل الصغيرة دي ممكن تخلص مباريات خاصة انت داخل على مباريات الغلطة فيها ممكن تخلص بطوله صحيح الشوت الاول كان جيد طالما انت ممشي المباراة زي ما انت عاوز وفارد شخصيتك الشناوي لم يختبر في الشوت الاول يبقى كنت كويس بدأت الشوت التاني بصورة جيدة جدا بجول مكرر بجول ملعوب فيه تحرك كويس جدا عمر السلاية دخل لجوه وحطها في ظهر المدافعين اطلع بالتاني لمحمد مجدي افشا حسين الشحات اعتقد اللي عملها وحطها محمد مجدي افشا وسجلت جول برضو كنت ممشي المباراة كويس جدا لحد التوقف لحد التوقف حسيت ان فيه سنة عدم تهييق او حجم الاتنين انت اللي تختار يهما عدم تهييق نفسي للاجواء دي يهما الاهلي كان متهيق نفسيا للاجواء بس ما كانش توقع انها هتوصل للمرحلة دي بمعنى ان فيه اتنين او تلات مشجعين للهلال نزلوا ارض الملعب اعتقد مش معرفش ايه الفرق بين الشرطة والجيش عندهم بس اعتقد دي ده جيش شرطة والجيش نزلوا نزلوا كلب نزل عشان يقبل كلب امن يعني عشان يقمن يعني الامن عندهم يخوف ان اللي هينزل يعني هنسيب عليه الكلاب البوليسية فالاجواء كان مبالغ كراسي ترامت ازايز مية ترامت ماشي كراسي وازايز مية ممكن يكون متعودين عليها لكن افراد تنزل الملعب وكلاب تنزل الملعب وكلب ينزل الملعب وجيش ينزل الملعب فحسيت ان الاهلي كان متوقع بس مش للدرجة دي وبالتالي بعد التهيئة ايه اللي ممكن يعملها مدرب لكلب اللاعب يشوف كلب اللاعب يشوف كلب اللاعب يشوف كلب في الشرع بيخاف يعني بيقعد نص ساعة على ما يستوعب الموضوع ايه التهيئة اللي ممكن يعملها الجهاز الفني في حد زي دي في امور كتيرة يعني انت لازم تلعب تحت اقصى ظروف ممكنة خاصة ان الشحن بالزبط ما عندناش جماهير ما عندناش ضغط بص يعني انت يعني اصلا انا بيشوف ايه ده الاهلي يعني انت الاهل لازم تكسب تحت اي ظروف ده قدر بالزبط ده قدرك انت رقم واحد في البدء لاني هل بالك جزء من القدر انت بتواجهه ان اي فرق في افراقيا ومنية حتى تكسب الاهل صحيح يعني فيه فرق مثلا مش عالخريطة بقت عالخريطة بسبب انها كسبة النادي الاهلي يعني مثلا في التمانينات لو تفتكر او في اول التسعينات ان لم تخني الزاكرة ما كانش حد في الجزائر ابدا او في الكرة يسمع عن فرقة في الجزائر اسمها وفاق سطيف مرة قبل كده خرجت النادي الاهلي في استداد الكاهرة بدربات ركلات ترجيح ومن بعدها العالم في افراقيا كله سمع عن وفاق سطيف يعني كنا زمان نسمع عن مولدية وهران كنت تسمع عن جت زوزو الجزائري كنت تسمع عن اتحاد العاصمة كنت تسمع عن الحاجات دي لكن ما كنتش تسمع عن وفاق سطيف تاريخ هنروح بعيد ليه جيمة الاسيوبي في البداية السنة اللي فاتت كسب الاهلي باين واحد صف واحد صف صحيح كنت تسمع عن مين عن البن الاسيوبي تسمع عن الجيش الاسيوبي لكن مين جيمة بس ده تغير فرق يعني تغير فرق يعني المهم انه في انه اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيلعب على المكسب حتى الفيديوهات التحردية اللي كانت قبل المباراة قال لك انا عايز اكسب الاهلي مهمنش اي حاجة بعد هو ده ادرك ان انت لما هو فيه تسميع في الكرة اكتر من انا اكسب وحش الكرة الكبير بتاع الكرة بس هو لو مسعلا اي فرقة من الصغيرين اللي احنا قلناهم لو كسب فرقة صغيرة زيه النتيجة هتشدك هتتوقف عندها مش هتتوقف عندها بس عشان هو كسب الاهلي فبتتوقف عندها بس فده ادرك انت لازم تواجه الموضوع ده فهنرجع تاني للمباراة المباراة خلاص بعد فنيا اتكلمنا على الاجواء فنيا بعد التوقف حاسة ان الهلال اللعب الكل في الكل خلاص لعب على مبدأ يا صابت يا خابت فتح خطوته والدليل على كده ان انت ضارب الدفاع عندهم بتمريرة من نص الملعب بانفراد لكهرباء صحيح برضو بلوم عليه شوية في الحتة ان اولا كهرباء لعيب دولي لعيب كبير رحكس عالم صحيح احترف في اوروبا احترف في بورتغال احترف في سويسرا لعب في دوري اقوى من الدوري المصري دوري السعودي لعيب الدفاع في ملايين فهو لازم يبقى فاهم ان كرة زي دي يعني هو عليه انه احمد ربنا انها جت والدنيا امان وان المباراة ما تكهربتش بعد كده لكن هو لازم يفهم ان كرة زي دي ممكن تجيلك في ادوار النوك اوت تبقى انت في عرض الكرة زي دي لازم تخلص هو ده اللي انا بقول لك عليه للعيبة الاهلي لازم تتعود تخلص حلو جدا بس كهرباء ما ينفعش ناخده بمعزل عن انه لسه جاي وحاطت ضغط التوقف ثم كهرباء نفسه عايز ياخد اللقطة الاولى بتاع التوفيق مع النادي الاهلي كان عايز ياخدها بشكل يعني يديله اريحية انه يبقى حاجة كويسة ليه البداية بتاعته كانت اكتر من كده توفيق فين دي البداية بتاعته كانت مع المباراة اللي الاهلي تعادلها هناك واحد واحد في زنبابوي صحيح امام لسه ما خادش اللقطة مع الجمهير اللي هو قربة بيدور عليها قد يكون في اللقطة دي مع ضغط التوقف مع الكلاب اللي انت قلت عليها الكلاب البلوسية مع الجمهير مع الحاجات اللي بتطيرت ده غزم يعني طبعا لكن طبعا يعني مفيش عزر الكرة زي دي الضيق نزل في مباراة هناك في زنبابوي في ما بين الشوتين نزل عمل اول ربع ساعة في الشوت التاني في منطقة الروعة صحيح ضيعة واحدة من على خط الستة وحطها فوق لكن بعدها على طول هو اللي صنع الجول لو تفتكر هو اللي شوت وقعت من ايد الجول مروان ام واخدها وصحبها بنعلي الجسم ومطلع الجول على الفاري بالضبط فإذا كهرباء كان ليه تأثير أول لما نزل في مباراة طنطة نزل كان ليه تأثير كبير فهي اللقطة بتاعت مروان محسن دي برضو رجعته قوي مزبوط هنا تقول لي مروان محتاجها أقولك أه محتاجة لكن كهرباء عنده ثقة أكبر من مروان في الفترة الأخيرة اللي كانت لعبة دولية طبعا طيب تطفق بقى مباراة الهلال كانت تتويج بداية الرتم طالع ولا نازل بص أنا اللي ما عجبنيش عشان بصراح أنا صريح أنا اللي ما عجبنيش في مباراة الهلال مع احترام الكبير للهلال السوداني بس يا أهلي مش الهلال السوداني اللي يلعب كورة عشر دقايق بس يربكك كده بعد التوقف دي وجهة نظري وعبين كوسين الزكف دي وجهة نظري طبعا لأن دايما بص يا بص يا جبعة هو أنا اللي سمح الله هو بقلل من النادي الأهلي لأ طبعا أنت لو لو ركزت في مضمون الكلام مضمون الكلام يعني أن الأهلي ده كبير قال صحيح جدا مش الهلال اللي اللعب عشر دقايق يربكك كده ويخليك قاعد خايف ليجيبوا الجولة التانية والأهلي يروح طيب خليها بقى نروح بقى لإحنا خدنا أرضية لللي جاي من هو الأنسب لمواجهة الأهلي الفترة القادمة مع التأكيد أنه البطل يقابل أي حتى لكن أنه فريق أفضل لنهر الأهلي مواجهته في الدور التامة سانداونز ليه؟ طيب واحدة واحدة أنت عندك ثلاث احتمالات تيبي مازنبي الترجي التونسي سانداونز تيبي مازنبي لو الأهلي كان هيلعب العودة هنا في مصر كنت هقولك تيبي مازنبي بدون أي تفكير لكن العودة هناك لأ واحد إن جيل صناعي اتنين الأجواء الجماهير هتلعب فول كاباستي اللي استاد متأفل على آخره ومش بس جمهور ملعب تيبي مازنبي عامل زي ملعب الدورة الإنجليزية قرائب قرائب يعني ممكن وإنت بترمي قوت يتطب لك على ظهرك عادي احنا ما بنقولش أن هم عناف ولا لا الجمهور مسالم وكل حاجة بس لعيبة الأهلي مش متهيئة قوي للموضوع ده تلاتة الله أعلم إنه بعد أصدن إسمه بس يعني يتقلك أن الراجل بتاعهم واصل كفاية أن إنفنتينو رحله بنفسه وليس راجع واسابهم فترة مظبوط كان لسه حاضر مباراة هناك بنفسه في تجديد ملعب أو حاجة أو عفوا مرور كم سنة على النادي فرح له فده يعكس لك أن الراجل باورفول قوي عنده قوة فإبعد عنهم في العودة لو العودة كانت هنا كنت أقولك تيبي ما زنبي أدي ما زنبي الترجي الترجي صحيح رحل عنه أهم اتنين لعيبة سواء أنيسة البدري أو يوسف البلايلي لكن الترجي محطوط على التراك بقاله فترة معين الشعباني أثبت أنه مدرب صغير في السن ومدرب جيد جدا وابن النادي وحط النادي على تراك أنه اللي هو ريني فيلر عمله محليا أنا بأي لعيبة هقولك على حاجة الأهلي لو لقى بالدور المحلي بالإحتياط الدور الأهلي هيكسب الدور شمعا لأنه هو ده اللي أنا بقوله اللي أتمنى أن أشوفه من ريني فيلر على أفرق طبعا فيه فرق طبعا شاسع ما بين الكمبيتشن هنا وهنا المحليا وأفرقيا أنت محليا أنت عشان بس الجمهور الأهلي ما يحسيتش ما يقول لكش أنت جاي تقر علينا في بيتنا الأهلي بيدرب هيفي سكور في أي حد اللي التحدي السكندري أنت كنت مقابله أعتقد كان التاني أو التالت على الدوري كسبت أربعة قابلت الجونة هناك كسبت تلاتة ولا أربعة وماشي كويس قوي والجونة كان وقتها ماشي كويس كسبت تلاتة أو أربعة طنطا كسبت خمسة كله هيفي سكور هيفي سكور هيفي سكور وبأي لعبة بتلعب رمضان بيقعد ما فيش أي مشاكل خالص عجيبي يروح في الطرف الشمال جيرالدو لعب مكان حسين حسين يدخل جوه هنروح للدوري عشان يبقى إحنا ماشيين يعني تركة تركة نروح على عايز الأنسب كميلي ساندونز كويس أنك رجعت النقطة دي الترجي أبعد عنه خالص دلوقتي بلاش تقبل الترجي دلوقتي رغم أن أنت النادي الأهلي بس أنت النادي الأهلي أنت اللي حطيت نفسك في موقف أنك هتلعب العودة برا فبلاش تكرر أول مباراة برا أرضك بعد الهلال تكون مع نادي عربي عندك حساسية برضو معاه هيكون هيشحن الجماهير وهيبقى عاوزين يأكدوا تفوقهم على الأندية المصرية فأبعد برضو عن النادي العربي خاصة أنه زي ملتلك العودة برا الكهرة فقدمك إيه سانداونز ضيف عليها بقى ليه سانداونز أتمنى أن أول لما تتعامل القرعة ويطلع لك سانداونز هو اللي في مواجهة النادي الأهلي لعبت الأهلي بقى الغيرة بتاعتها تطلع الريفنش زي ما بيقولوا الانجليز أو الانتقام يطلع الاستفزاز بقى تستفز قدراتك تثبت أن مباراة الخامسة دي كانت لها ظروف بقى ملحاش ظروف كانت مع مدير فايني بس آه طبعا إذا كنا لسه بنتكلم بيقول يعني الأجواء في خرجت عن النص شوية فأكيد الانتقام في وده حق مشروع طبعا حق مشروع إن أنا عاوز أكسابك زي ما كسكتيني فخاصة إن أنا شايف إن الأفاركا ودولة كمان زي جنوب أفراكيا تقدر طول متحضرين ونظموا كس عالم جدا فلما يبقى العودة هناك الأكثر رغم إن خلي بالك رغم إن سانداونز ممكن يكون أقوى من ما زنبي ومن الترجي فنيا بس هو اللي هتعرف تتعامل معاه طيب في الأجواء وسانداونز لنت بكامل عشان تكملي سانداونز مدارب سانداونز النهاردة قال تصريح موسيماني مدارب كويس جدا أخلي بالك سمعت تصريحه النهاردة لا قال أنا بحب ألاعب فرق شمال أفريقا ليه يا عم موسيماني قال لك عشان فرق شمال أفريقا دي بتقعد ما بتجريش عالكورة أنا بركز بسبت لعبتي في أماكنها وخلي أخلي لعبة شمال أفريقا تايحة فبعرف أكسبهم بسهولة تصريح فيه شيء من عاوز تقول التعالي التعالي شوية على فرق شمال أفريقا بص هو تقدر تقول يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعالي ممكن يكون فيه أنواع من أنواع الثقة المفرطة ممكن يكون واحد تاني الطرف التاني بص للموضوع بعين الطرف التاني لو بيشجع سان داونس ممكن يقول لك الرجل عنده حق الرجل قابل الأهلي كسب الأهلي خمسة وخسر منه واحد مظبوط طيب قابليها أكبر فرقتين في مصر كسب الزمالك تلاتة في زهاب نهائي دوري الأبطال وجه في برج العرب وخسر واحد صفر بستانلي يبقى متفوق عليك متفوق على كتباي كرة المصرية اللي هي أكبر فئة دولة في كرة القدم في أفرش ليه اللي ما يخلنيش أقول كده فزي ما أقول لك والملعب كمان بتاع سان داونس ملعب زينا بعيدة شوية المزبوط المباربة بتاعت السنة اللي فاتت اللي ستات كبير مش زي تيبي مازنبي خالص تيبي مازنبي بقول لك الجمهور لو مدي إيده ممكن يلمس اللعيبة بمناسبة دايما ملعب مازنبي فيه خطوط عرضية وطولية أعتقد تشالت السنة دي تشالت المرة لأنه ما كانوا بيبقوا عاملينها أنجيل صناعي للفرق الناشئين اللي بتلعب بالعرض نص يعني الملعب بيبقى كده مثلا بيقسموا الملعب عشان يلعبوا بالعرض زي البراعم والحاجات دي في مصر أعتقد شالوها أعتقد المسم ده أنا تفرجت على المباراة الزمالك وتيبي مازنبي وكانوا مع بعض في المجموعة أعتقد تشالت طيب هلا دايك أقول أخرى في سان داونس لأ فعشان كده شايفنا الأنسب للنادي الأهلي الأنسب حتى مع هذا الغرور والتعالي أتمنى أن الغرور والتعالي اللي أنت بتتكلم عليه ده يستفز لعيبة النادي الأهلي أكتر وأكتر طيب وخلي بالك بقى لو وقعت مع سان داونس عاوز أحس بدور ولاد النادي زي زي لازم يكون عند مثلا رمضان صبحي بحكم أنه هو الغير الأقرب أنه هو يبدأ لو جاهز إن شاء الله يعني يعني أسهل حاجة عليها أقولك حسام عشور بس هو مش في الصورة في الفترة الأخيرة فاللي هيبقى في الملعب لازم أحس بدور ولاد النادي اللي عندهم غيرة يعني يعرف اللي هو يفوقوا وحسام حتى وحسام وشريف والنادي من بره ويزوء أكيد دورهم من بره الملعب أكيد طبعا لهم دور من بره الملعب لكن ولاد النادي لازم يبقى عندهم محمد هاني رغم أنه صغير في السن بس من ابن النادي أكيد سعد سامير هو مصاب هيبقى ليه دور أكيد كل الناس دي هتحفز بعض بس صحيح اللي في الملعب حاجة تانية خالص يعني مثلا عشان أقولك ليه أنا مسكت رمضان علشان عاوز أشوف الرمضان صبحي عامله كليدر لمنتخب مصر الأولمبي أشوفه مع الأهلي كمان بس طيب نروح للنادي الأهلي ونروح للدور المصري يلا بيه أضعتك أنا بقى في الدور المصري شوية يلا بيه أخذتك أنا عشان يبقى منظمين شايف إن الأهلي ماشي إزاي الأهلي في حتة تانية خالص يا جماعة في كل حاجة مجلس إدارة ما بيتكلمش مع عمري نفسي أشوف صورة لأي حد في مجلس الإدارة مع الجهاز الفني يعني حتى من كتر ما هم مريحين أنا أعتقد إن لم تخني الزاكرة دي أول مرة في تاريخ النادي الأهلي أشوف مدرب حراس مرمى أجنبي صح؟ وبالمناسبة نتيجة بانت الشناوي ما شاء الله عامل كده صحيح ليه هفوة في المطش بتاع الهلال تلع قدرها صح بس أول غلطة ليه من فترة زمنية طويلة جدا أو يمكن أول غلطة ليه في الموسم بأمانة سواء أفراقيا أو محليا فالمجلس الإدارة موفرة للجهاز كل اللي هو عاوزه صلاحيات زي ما هو عاوز مش عاجبك صالح جمعة حاضر هنطلعه أقار حاضر صلاح محسن هنطلعه أقار حاضر عاوز كهرباء حاضر عاوز فرود هجيب لك أليو باجي حاضر فإذن مناخ وده معروف طول عمر مجلس إدارة النادي الآن محدش بتكلم في النواحي الفنية تمام جهاز فني شغله باين بصراحة محليا شغله باين لكن أفراقيا زي ملتلك أنا بعتبر الأهلي طب اللي مانا هو جايب عقلية مختلفة هو فايدر مش عقلية المصريين مش عقلية بره وجوه اللي مانا أنه هذا الفكر هو باين كويس قوي جوه يبقى بره زي جوه في أمور كتيرة جدا عشان ما عملكش أن أنا على دراية بكل حاجة عشان ما نفتيش بس في حاجة بس لسه الراجل برضو بيستكشف يعني سهل جدا لما مثلا حد يقوله إحنا هنقابل المقولين العرب سهل جدا لتفرجه على أكتر من مبارأة هو هو بنفسه هو معامل كده متحاطة القنوات تتفرج على المقولين العرب سهل جدا لكن لما مثلا تيجي تقوله أنا هقابل النجم السحلي أو قبل مبارأة النجم السحلي ممكن يكون متفرج على مبارأة أو مباراتين أخر مبارأة ومباراتين للنجم السحلي ما تفرجش عليهم كتير ممكن أنا أقول وارد عشان ما أقول لك أن أنا على درايا كاملة وعارف كل حاجة يستكشف الكرة في أفراقيا لسه ممكن يكون مش مدرك حجم أو قيمة أو اسم النادي الأهلي في أفراقيا كل دي أمور وردة ممكن يكون برضو بعض اللاعبين لسه ما بيتمتعوش بقوة الشخصية في الكرة في أفراقيا زي ما هو ما متمتعين بيها محليا يعني زي ما قلت لك الأهلي ما شاء الله زي القطر محليا بس قريا في بعض اللعيبة شوية لسه بيبني شخصيتهم بره بيبني شخصيتهم من داخل للخارج أقول لك على حاجة وربنا يستر طيب لسه الغادة محمد هاني ما أقنعنيش أفراقيا يعني أنا لو في المباراة اللي فاتت بعد المباراة اللي فاتت لأ أحمد فتحي عنده شخصية في أفراقيا أكتر من محمد هاني رغم أن محمد هاني أعلى من أحمد فتحي كتير هجومية والكروس بتاعه أحسن ومهريا أحسن من أحمد فتحي لكن فتحي شخصية يبقى ما قداش أفراقيا زي ما هي إمكانياته شكرا ده اللي انت قلت ما قداش بس ما طلعش لسه إمكانياته محمد هاني هنا بلعب بثقة كبيرة جدا محمد هاني ممكن يروح على أي باكلفت في مصر ويرقصه ويديله كباري ويلف بيه ويعمل كروس ويعمل ليه ما بشوفش الكلام ده هاني في أفراقيا أكيد مش على طول خط تعليمات والدليل على كده أن أيمن أشرف في المباراة اللي فاتت في أول ربع ساعة وصل 3-4 مرات لغاية الراية والناس استخدمت معاها عنف مفرد فإذا ما فيش تعليمات إن الفول باكس بتوعك أو الباكين اللي على الإطراف يقف مظبوط طيب لسه برضو ما حستش بحسين الشحات أفراقيا لسه لسه يعني مقتنع تيجي خطوات مع وانت طالع لا بريتني طالع ولا مش طالع كلمة لسه دي إركن كل اللي فات ده مرحلة الجروب ستيج ممكن الأهل يظهر بشكل تاني وأداء تاني خالص في أدوار الدور التمانية ودي سمة من سمات الفريق اللي بلعب على بطولة طبعا شخصيته الحقيقية بقى بتظهر خلص طبعا ما فيش يعني زي ما بيقول في الكرة يا قاتل يا مقتول بس يعني يا هتكمل يا هتروح فشخصيتك لازم تظهر طيب 6-30 نقطة وعندنا مطش بيرامدز اللي جاي شايفوا إزاي شايف الأهل في حتة تانية خالص محليا حتى لو كان بيرامدز محليا الأهلي بيقدي بصورة جيدة جدا رائعة الراجل عامل فيه شغل باين محليا لسه ما بنش أفريقيا عشان أكدلك فيه تحركات من غير كرة أول نجاح لمارتن لسارتي التحرك من غير كرة تدييق لسارتي آه طبعا تدييق مساحة اللعب في الحالة الهجومية دي نقطة مهمة جدا كنت بتكلم فيها مع إسلام في الستوديو الموسم اللي فات كانت نقطة بالنسبة لي كارثية مع مارتن لسارتي الأهلي كان بيلعب في مساحة من ستين إلى تمانين متر وبالتالي خطوط لعبة النادي الأهلي بعيدة جدا عن بعض ولذلك كان معظم هجمات الأهلي كانت تيجي من عن طريق الهجمات المرتدة يعني مثلا أفكرك بجول لو فاكر بجول اللي التحاد السكندري المطش اللي كان مع أقرب اللي رمضان فات فيه من الطرف الشمال واحد والتاني والتالت وعم قاطم لجوة مصلحة أعتقد لصالح جمعة مزل جاب الجول الثاني على ما أتذكر اللي متخني الزاكرة يعني من هجمة مرتدة ليه لأنك موسع مساحة اللعب بتاعة الملعب من ستين إلى تمانين متر لعبة النادي الأهلي بقت قريبة دلوقتي جدا من بعض بتقفل وتطلع مع بعض وترجع مع بعض علشان كده إيه الأهلي مستحوز على الكورة هو مين اللي صنع الجول اللي مطش اللي فات البداية عمر السلية قريب محطوط مي زوية رأيك في مستوى عمر السلية طالع بصرعة السروح هاي بصرعة مع الراجل عامل شغله كاز قوي هاي وكان فيه برضو بعض المخاوف إنه كان بدأ يتأقلم مع حمدي فتحي فلما حمدي اتصاب وربنا يرجع عبد السلامة إن شاء الله كان فيه مخاوف إنه لما يدخل له واحد ما يبقاش فيه نفس الانسجام قوي ما بينه لأ فيه طيب وآيمن أشرف مصر كلها قالت نازل ليه نازل ليه وحتى المعلق نازل وفي الآخر سلم وقال لك كلنا سلمنا إن الراجل ده عارف إيه إمكانية المطش وإيه ماشي عارف منه بتتكلم على لعيب دولي ما هيدي النقطة يا جماعة إنت بتتكلم على لعيب دولي آآ أيمن أشرف لعيب في منتخب مصر بلايش آآ أيمن أشرف كان في الأمم الأفراقية اللي فاتت طيب يعني إذن إنت بتتكلم على لعيب في منتخب مصر فغلق يعني ما أعتقدش إن بالعكس دائما أشرف من أكتر الناس اللي كانت في المباراة عندها شخصية صحيح هو لو ما كانش عنده شخصية كان هيروح أكتر من مرة واثنين عارف أيمن أشرف لو لعيب جبان بعد بلغة الكرة كده إحنا في الملعب بنسميها البعض بنسميها مع بعض كده أنا دبحت لك القطة يعني إن لو أنا مدافع وإنت مهاجم معروف عنك إنك مهاري ومقلق ممكن أدي لك واحدة من الأول كده اللي هو إيه هتقعد تشتغل بالمهارة هكل لعبي هيبقى ضرب فتخاف تبدأ تلعب من بعيد لبعيد يبقى أنا نجحت نجحت في إيه إن أنت لعيب مهاري خلتك تتنازل عن أهم سلح ليك اللي هو المهارة خوفتك خلاص لكن أيمن أشرف راح اتدرب في واحدة راح تاني اتدرب في واحدة أعنف راح تالت أيمن أشرف عنده ثقة طبعا اللعيب كبير وبيلعب سنتر باك وبيلعب باكلفت طيب المناسبة اسموحة ومصر المصة واحد واحد وفي حدث النهاردة يعتبر تاريخي بعتقد أن المرة الأولى بيحصل في الدولة المصري إيه هو؟ إيه اللي هو؟ إيمنول إيمونيكي بيدرب الفريق خلاص رسمي؟ أه أول مباراة ليه؟ هل تعتقد ده إنه نقلة في الفكرة اللي أنت كنت بتتكلم فيه إنه أفريقيا أنا محتاجة أتعامل مع الناس دي مش بغرور أو بهذا المنطق يعني إهنا عندنا مدرب دلوقتي موجود للمرة الأولى إنه مدرب صاحب بشرة سوداء من أفريقيا بيدرب في مصر تعتقد ده شايف ده إزاي؟ شايف إنه دي حاجة إيجابية اللي احتراف لازم يتطبق كله بكل معاييره لازم يتخذ باكتج يعني كان لو تفتكر كده من حوالي من 8 إلى 10 مواسم كانوا بينقشوا أو يمكن اتفعلت فعلا إنه ممنوع تجيب حارس مرمأ من بره صحيح؟ مين اللي قال كده جماعة؟ هو أنت يعني آسف في الكلمة هو الاحتراف ده هو الاحتراف ده ثبت فكهة أنت بتنقي منه اللي عجبك وبترمي فيه اللي مش عجبك؟ لا طبعا هو الاحتراف بيتاخد ككله كباكتج يعني هي إنجلترا مثلا بتيجي تقولك أنا مش عاوزة حراس مرمأ مثلا من بره أرسنل حارس ألماني ليفربول حارس برازيلي منسيتي برازيلي هتجي توتنم فرنساوي أنا لازم أنتهز معك الفرصة دي ونتكلم عالميا شوية في الآخر كده وهتكلم وتعديدا في هذه الفرق يعني ما تلاقيش من إنجلترا مثلا 2-3 في كل فريق ومع ذلك دوري قوي ومنتخب قوي طيب نروح لتصريحات رئيس الاتحاد الدولي اللي قال فيها وده هربطه مع الحكم الجيد كان اسمه جيد وهو كان جيد في المبارة إنه عايز يخلي فيه 20 حكم محترف يحترفوا في أوروبا عشان ينعكس بالإجاب على الكرة الأفريقية هل ترى إنه بيشير إلى علامات استفهام كبيرة حوالين التحكيم في أفريقيا؟ الموضوع للتحكيم عليه علامات استفهام في أفريقيا دي يعني مش وليه دي تنبارح بقالنا سنين طويلة ولو تفتكر الكلام ده كان بيساعد يعني اللي كان بيساهم في الموضوع ده إنه ما كانش فيه مباريات بتتنقل كلها يعني على ما أتذكر مثلا أهلي مرة قبل كده خسر في أفريقيا أفراكي أعتقد قدام أفريقيا سبور الإفواري اللي متخني الزاكرة كان في حاجة وتسعيد هذا ما أعطى أفريقيا سبور كان ناجي جويني اللي بيحكم المباراة وعطى قطرد اتنين لعيبة من النادي الأهلي على المباراة ما تزاعدش في مصر أنا فاكر وكان زمان يستنى الشريط لما يجي مع البعثة ويتعرض وممكن ما يبقاش كله أو حاجات زي كده فإنت اللي مساهم في الموضوع ده إيه إنه أنت مش شايف كل حاجة بقى عينيك فلما تكشف الموضوع وبقى كل حاجة بقى قدامك هو في أكتر من السنة اللي فاتت محمد يعني السنة الفاكت فاينل يعني طب إنت جايب الفار ليه؟ يعني إنتوا جايبين الفار ليه أي وتفتح الملف كمان إن ساعة المطش اللي هو ثلاثة اللي هو الترجي والأهلي كان فيه فار وبس اللي مساعدش على الموضوع ده إن الأهلي مالوش أي حاجة تستدعي إن أنت تستدعي والنتيجة الغد للوقت لسه الترجي والوداد وفي الآخر اللجنة هي اللي بتحكم بحقية أنا ده بقول لك فموضوع التصريح ده بالنسبة لي مش مفاجأة طول عمر التحكيم في أفريقيا عليه علامات استفهام موضوع بقى الاتحاد الأفريقي ده ده باب طويل عريض من وجهة نظري الشخصية إن الاتحاد الدولي هو اللي بيدير طبعا الاتحاد الأفريقي يعني الأوامر يعني مش حتى يعني لم أسأل إني المفروض أنت أضرب قرتك فلو أنا عندي حاجة إلا لو أمور فنية أو أمور تحكمية دي بتبقى عاملة زي تعليمات لازم تنفذها يعني تعديل في قانون اللعبة أنت لازم تنفذها أمور فنية أمور حاجات زي كده أنا بدي لك حاجة عاوز تاخد بيها خد بيها مش عاوز تاخد بيها أنت القادرة بالكورة عندك فكرتك نعم كالتصريحات ومشيرة للجدل يعني مثلا عمرك سمعت أن الاتحاد الدولي بيفرد حاجة على الاتحاد الأوروبي الفيفا مثلا بيفرد علي ويفا ند بس ند بس لأنه يعني ومعثلا إنفنتينو يعني إنفنتينو راجل معروف بتعصبه الأعمى للإنتر ما بيشجع الإنتر من نوع صغير عمرك عمره ميز الإنتر طب ما قال الإنتر خرجه من صحيح دوري أبطال أوروبا يعني ما يقدرش بقى والنبي يا جماعة وصلوا لي الإنتر بأي طريقة ما يقدرش تكملة لكلامك أنه توقع الكتير أنه أحمد أحمد يرد في نفس الندوة اللي هو موجود فيها على هذه التصرحات اللي كانت منها أنه يجب على الاتحاد الأفريقي أنه يلعب كأس الأمور الأفريقية كل أربع سنوات بدل كل سنتين شايفها إزاي برضو ما هو ده بقى إلا أنا بكلمك عليه يعني أنت ينفع أنت كأنك بتدي له أمر صحيح أنت يعني أنت ضربت بتاريخ البطولة تسويق البطولة اللعبة في الكرة أنت كاين ما هتمتش بأي حاجة من الحاجات دي خلص يعني استدعيه كلم معاه ابعت له ناس طب إيه رأيك طب لو عملنا طب نزبط الموعيد طب نعم أنت بتقوله إلعبها كل أربع سنين صحيح التصريح ناس يجب على شفت؟ يجب يجب مش مثلا من الأفضل على الكاف مراجعة توقيت مش عارف إيه زي ما قلت لك أنت بتدي له الفكرة أو كأنك يا سيدي بتطلب الطلب بس بصورة زي ما بقول إيه مهزبة شوية بصورة لكن تقوله يجب على أبسط حاجة لو أنا ما كان أحمد أحمد لو أنا الراجل ما بخافش أبسط حاجة والله العظيم ما بهزرش تعال أنت حضرتك دير الكرة في أفراق أو هيروت أو هيروت عشان كده أنا أقول تهيكي لو هو الراجل ما بيخافش يقوله لأ أنت خال أنت الانتحاد الدولي أنا اللي قدر بقرتي في عقود حضرتك مسلا يعني شركة الراعي مثلا لدوري أبطال أفريقيا صحيح مثلا هي نفس الراعي لدوري لأمم أفريقيا خلاص أنت كالتحاد الدولي تعرف أنا ماضي معاها كم سنة مثلا بتديني كم سنة وهي حط شروطها أن إعلاني ينزل مثلا كل سنتين في بطولة طيب أنت حضرتك لما تيجي تجبرني كل أربعة هتعوضني على الخسار المادية اللي أنا هتخسرها فأبسط حاجة تعال انت دار طيب شايفي إزاي كاس الأمم الأفريقية ترجع تاني للمعادل الأولاني ليها في وسط الموسم كتراحت آخر الموسم وبالتالي حصل انفراجة كبيرة جدا في الدوريات الكبرى اللي بتعتمد على لعيبة أفريقية كبيرة منهم لعيبنا كبير محمد صلاح وساد يوماني على سبيل المثال شايفي إزاي عودت كاس الأمم الأفريقية لنص الموسم طيب هنقش الكرار ده من حتتين حتت هو الكرار كويس أنا بالنسبة لي كويس بالنسبة لي كويس لأنه خلاص في نهاية في نهاية موسم بيبقى في الصيف الأول جرى العرف أنها كانت بتتلعب في يناير وفبراير للأمم الأفريقية اتغيرت بقت في الصيف آه صحيح أن الكرار الأفريقية بعض الدول أو معظم الدول بيبقى حر شوية لكن شفنا الكلام ده برضو بيحصل مثلا في البرازيل عفواً 2014 كان فيه المنتخبات بيوقفوا لها عشان ثلاث دقايق يأخذوا بس نفسهم ويشربوا مية ويرجعوا تاني هترجع تاني ليناير مظبوط لأن علمياً ثبت أن الموضوع ده اللعيب في حاجة لحاجة زي السوائل ومحتاج لحاجات زي كده فمن الجانب عجبني القرار أو عجبني القرار لكن من الجانب التاني هو نفس الإطار اللي احنا كنا بنتكلم فيه إن الكاف أو الاتحاد الأفريقي لكورة القدم خضع لضغوط المدربين بتوع الأندية كبيرة في أوروبا بالزبط خلاك أكبرك إنك تغير البطولة الأم أو البطولة الأكبر عندك وتغير وتعدل في معادها يعني أنت النهار ده عندك مثلا لما تيجي محمد صلاح نجمنا مثلا لما تروح ليورجين كلوب وتقوله الأمم الأفريقية في يناير زي دلوقتي وفبراير البريد بتاعتها في الفترة دي طيب لما تاخد منه محمد صلاح وتاخد منه سادي وماني وتاخد منه نبي كايتا وتاخد منه لأقول جويل متيب خلاص ما بقاش بيروح مع الكاميرون وتاخد منه نبي كايتا ومحمد صلاح أفندم مستوى كويس أوي ممكن يروح يعني معرض يروح مثلا لما تاخد منه الثلاث لعيبة دول لا في كل المراكز يسبق على كده كل بالضبط أي مدرب هيقولك لأ طبعا خاصة أن أنت داخل بالنسبة له هو على داخل على فبراير بدأ اللي فيه عودة الشامبينزلي دوري أبطال أوروبا هيلعب مين مثلا أتلتكو مادريد طيب ديجو سيميوني هيقولك توماس بارتي لعيب الارتكاس بتاع نص الملعب بتاع غانا هيتاخد فإذن المدربين طبعا نهيك بقى أن فرنسا يعني الدور الفرنسي لسه هقولك الدور الفرنسي حد سوالحرج ممكن تبقى في فرقة واحدة فيه خمس ستة لعيبة أساسيين في كل فرقة من أفريقيا فإذن أنت كالتحاد أفريقي بدأت خضعت لضغوط المدربين اللي بلغوا استياءهم من حرمانهم من لعبتهم الأفريقية بلغوا استياءهم للاتحاد الأوروبي وبالتالي للاتحاد الأوروبي الله أعلم يا بلغك أنت بصورة مباشرة يا ما بلغ الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي بلغك صحيح فإذن أنت خضعت للضغوط بتاعة الكرة في أوروبا عجبني القرار لكن أنت خضعت للطلبات عجبك القرار أنه هترجع ليناير عجبني القرار أنه يتفضل في الصيف حتى لو في حرق ما أنا بقول لك يعني قصدي لما تعمل 2019 اتعملت في الصيف رغم أنه كانت جو حر لكن أنا كان عجبني بصراحة نروح أوروبيا يالله بينا محمد صلاة وليفربور للمرة الأولى في هذا التوقيت أن الدوري الإنجليزي يوصل الفارق ل22 نقطة ويعني متوقع لو مش بهذا الموضوع محتاج 18 نقطة بس طبقا للترتيب الوقت محتاج 18 نقطة يعني متوقع أن نعد المية في دوري فوق المية شايف الموضوع ده طيب شايف أن الموضوع ده طرمحنا هنا بقى في قناة النادي الأهلي أنا شايف أن الأهلي فيه تشابه شوية مع ليفربول أهلي محلية ليه فيه تشابه كبير السنة اللي فاتت كنت أقول لك قرية لأن لو فاكر ليفربول لما كسب البطولة السنة اللي فاتت كان مهدد أنه يطلع من دور المجموعات لو تفتكر كان معاه نابولي وباريس سانت جيرماو وفضل التأهل وأعتقد كان ريد ستار وأعتقد مظهور ففضل التأهل متعلق لغاية آخر المباراة صحيح السنة دي فيه تشابه كبير جدا ما بين ليفربول والأهلي محليا عشان مش هغاية الرأي محليا ريني فيلر بيلعب أي لعيبة في النادي الأهلي بتنزل تنفذ اللي هو طلبه بالنص وتحس أن اللعيب اللي بينزل كبديل تقول يا رب هو ده البديل ولا ده الاحتياطي بص كام لعيب لعيب في الطرف الشمال كوينجر رمضان لعيب فيها أجايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سليمان لعب في الحتة دي وحسين الشحات لعب في الحتة دي ومحمد مجدي أفشا لعب في الحتة دي كمهاجم هتلاقي أجائي بدأ الموسم على بالما مروان يتجاهز في الماتش السوبر مثلا أجائي اللعب في الحتة دي مروان بدأ يرجع فإذا في الاتنين اللي ورد ثلاثة الصناع اللعب أقول عمرو السلية ثابت هو الوحيد اللي ما بيطلعش خالص كان الأول حمدي فتحي اتصاب دخل أليو سيسي عفوا أليو ديانج الأربعة اللي وراء كلهم اتغيروا ياسر ما كانش في الصورة بدأ يبقى في الصورة أيمن أشرف لعب سنترباك كتير كان واضطرد مثلا في مباراة النجم علي معلول علي معلول يعني فإذا كل اللي بيطلع وبينزل ما بتحسش بفرق خالص ودي حساب له التجهيز بتاع الناس كلها دمج المستويات مع بعض مظبوط يورجين كلوب مع ليفر بول وصلهم للموضوع ده في فرمينو مفيش فرمينو في صلاح مفيش صلاح في مانيه في أوريجي في هندرسون في جيمس ميلنر بيقعد رجع تشيمبرلين بينزل نبي كايتا بينزل فابينيو غايب للإصابة الفرقة ما تأثرتش نهائيا وبتلعب نفس كورتها وكله بيقدي نفس الدور هندرسون المباراة اللي فاتت مسجل صلاح المباراة اللي فاتت مسجل فإذا الفريق ما بيتأثرش نهائيا عشان نروح للنقطة تانية اللي هي حتة طبق بص انت بتتكلم مع واحد مقتنع نيورجين كلوب ده من عظم مدرب يمكن في تاريخ الكورت القدم وبقول لك آمن دلوقتي هو يعني حاجة في حتة تانية خلص ما احترامي طبعا الكبير للمدربين العالم اكيد جوارديولا مدرب مش عظيم مدرب خارج واحد كان يعني ازا اجاز دينا التعبير بلغة الكورة كده بتاعت الشوالع لما كنا بلعبها كان بلعب العالم كله كلب الحيران مع برشلونة في الفين والتسعة انت كنت بتقعد بتشوف بالست ده سبع دقايق الفرقة مش عارف هتقطع الكورة من برشلونة فإذا هو مدرب برضو في حتة آآ تانية. وإيه اللي حصل له بقى? إيه اللي حصل له هارجع للمياه عشان برضو مش هعديها. حسنا بالنسبة اللي انا عمله ودور على الاسباب دي عشان في حاجة شغلة دماغي اليومين دول. ايه? دايما تالت موسم لجوارديولا مع اي فريق بيكون الافشل. ايه? دايما. اه. برشلونة كان عمل كده. اه. مع باير ميونيخ عمل كده. معلش انت بتتكلم على بيب. اه. بيب. اه. بيب. ايه اللي حصل له. ماشي ماشي سمعتها يورج. اوكي. مش هتتبقى ايه اللي حصل له. اه. الموسم الثالث مع كل فريق. دايما. يكون موسم سيء بالنسبة له. دايما. مع برشلونة اه ما كانش افضل موسم. اه. مع باير ميونيخ ما كانش صحيح كسب الدوري مع باير ميونيخ. بس الدوري الدوري في المانيا. مش انجاز انك تدرب باير ميونيخ وتكسب بيه. صحيح. اه. خلاص. المقياس هيبقى لكن الانجاز ليورجين. باير ميونيخ عامل زي الاهلي دلوقتي. دلوقتي. جمهور الاهلي بيقس نجاح المدرب دلوقتي بايه? افريقيا. شكرا. اللي هيجيب له بطولة افريقيا. انت العظيم بالنسبة. يعني ده انت خلا احنا انت كنت. طب ارجع للملاحظة انها مهمة جدا يعني. نوعظة مهمة جدا. انا بعتقد انها محدش خد باله منها. دايما المسم التالت. اه. اه. هو تالت مسم لجوارديولا. اه. دايما بيبقى. اعدد لي المسم التالت فين وفين وفين وحصل ايه? السنة دي مع من ستي. اه. ضايع. ضايع مع انه التاني يعني بس ضايع يعني. النسبة اللي كان بيعمل. اه مع باير ميونيخ. اه. مع برشلونة. دايما المسم التالت ما بيقى اشكوا اه جيد. اه. حتى لو كان في في المستوى اللي مش مش. هو السنة. اه. السنة دي اه اه هو الراجل امباريح رفع الرايا البيضة خلاص. اه. رسميا. اه. هو استسلم خلاص. اه. وحتى اول مرة اشوفه يعني نوعا ما متعصب شوية في التصريحات بتاعته. اه. انه. اه. اللي هو يقول لك انا انا كمدير فني دوري ان انا اوري اه اوصلك للجول. اه. لكن مش دوري بما معناه يعني مش دوري ان انا انزل اجيب الجول او اعلمك تجيب جول ازاي. مع ان هما نفس اللي عيب. لسه هقولك. مع ان هو اكون اجويره. اللي حط الكورة امبارح في القايم. اه. هو طبعا من سيتي امبارح عمل مباراة. اه. يعني وصل فيها المرمى تاطنم اكتر من فرصة. اه. لكن. اه اللي التوفيق يعني. خبطت في القايم. اقول التوفيق بيجي بيجي المين. يعني ليفربون مسلا السنة دي. مع كل اللي احترام اللي يورجن بيعمله. بس فيه توفيق عالي. التوفيق بيروح لمين? التوفيق بص هالكورة دايما بتكافئ اللي بيه. حاجات كتير قوي. اللي بيخلص لها. اللي بيحترمها. اللي بيهن نفسه عشانها. التوفيق دايما بتلاقي بيروح له. دايما. يعني فيه ناس. فيه ناس اللي ما بيحبوش ليفربول مثلا. اللي بيشجع ماني نايتد. اللي بيشجع ريال مدريد على مستوى اوروبا. يقول لك ليفربول محظوظين شوي. ممكن تحسها. بس الكورة زي مثلا. ما بيقول لك ايه? وانت بتتفرج على مباراة البرشلونة. يقول لك الكورة بتحب ميسي. مزبوط. جد. الكورة بتحب ميسي. اه ليه? لان هو ماشي معاه. يعني ممكن مثلا هو بيرقص تخبط في مدافع وترجع له تاني. اللي بيشجعه ريال مدريد. يقول لك ده محظوظ ده بص. هو يا جماعة عشان المجتهد وبيروق. هي كمان بتحس ان فيه يعني حد بي. طيب. بي فيه مكافأة من كورة القدم ليه للي بيجتهد لها. صحيح. هروح لمحمد صلاح في ثلاث اسئلة بعيدا عن كل الزوايا من زوايا اخرى. اولا فنيا ضربات الجزاء. شاط مرة اول ضرب الجزاء بعد ما رجع من صعودنا الكاس العالم وضيح. بعدها تسع ضربات جزاء شاطهم جابهم. طريقة تسديد محمد صلاح لضربة الجزاء. هل دي تعتقد ان هو ضغط زيادة? ولا دي ده نوع من انواع تسديد ضربات الجزاء? ولا ايه بالضبط? شايفها زالي ان كل لها تسديدات محدش بيبقى حاس انها تيجي. وبتيجي جول. عاوز تعرف ليه تغيرت? ارجع لليفاندوفسكي مع دورتموند وانت تعرف. عرفني. بوس يا سيدي. آآ يورجين كلوب هو بيطبق المدرسة الالماني في تسديد ضربات الجزاء. اللي هقولها لك بالبلة دي كده اللي هو نوعا ما يعني غمض عينك وجامد. مدرسة لوتر متايس. مم. لو تفتكر. مم. في كاس العالم تسعين. جامد. عارف مين اتعلمها كمان هنا من مصر في المدرسة الالماني. مين? ياسر ردوان. مم. مش كان بيشب دربات الجزاء. جد. مم مدرسة الالمانية في اكيد كل مدرسة لها الاستثناء. تعتقد ده تأسير يورجين? اه. مم. ده شغله. وانا قلت لك ارجع ليفاندوفسكي. شوف اول لما ليفاندوفسكي لما جابه من ليخ بوزنن. مم. في بولندا. كان بيشوت دربات الجزاء ازاي. عادي زاي اي لعيب. هيحاول يحط الجول شيمال عشان هو يحطها له يمين. مم. او هيحط ليفاندوفسكي بعد كده بقى بيشوت الدربات الجزاء في المقاص بكوة. مم. لما راح باير ميونيخ وخرج من من تحت نطاق يورجين كلوب بقى بيستخدم مدرسة تانية. مم. انه يروح ويقف. يشوف الجول هيروح فين يوم حتطاله في العكس. مم. الجول راح كده يوم حتطاله هنا. مم. يقف آآ سنة. لها كانت مدرسة اللي كان بيجي ده هنا في مصر. مدرسة حسني عبدالرب. مم. في تسديل دربات الجزاء. لكن صلاح. آآ. الفاينال بتاع الاوروبا السنة اللي فاتت. آآ واخد كرار في زاوية بس بيشوتها جاند. حتى لو جول راح معاة ممكن تاخد ايه وتدخل. طيب. اللي بيكلمك ده انا ما سيتش مطش واحد. واحد. لمحمد صلاح. من اول فيورنتينا. مطش واحد. لكن. هذه الامكانيات. اللي بتاعت محمد صلاح. الكبيرة طبعا. محدش كان متوقع. ولو سألت حد. آآ فرانشيسكو توتي قال كده. محدش كان متوقع انه يروح كده. محدش كان ينفجر. طبقا لمورينيو لما قال. ده كنبيلا. انفجرت. ده جاي منين. بعيدا عن. يعني. عايز كل الحاجة تعديدها لي. وبعد كده هكلمك. عايز تقالك برضو على تأثيره علينا. في الكرة في مصر. على محمد صلاح. آآ. انا بعتبر ان آآ. طبعا مع احترام الكبير لكل المدربين اللي تولوا مهمة تدريبه. من اول هنا. آآ. في مصر لغاية لما راح آآ. ليفر بول. اكيد طبعا فيورنتينا محطة مهمة جدا. روما نقلته نقلة تانية. وطبعا اكيد محمد صلاح. بينطبق عليه اللعيب الملتزم. اللي بيشتغل على نفسه. يعني كل ده. حط تحت كلمة انه هو لعيب مجتهد. ميت خط. بس كلكم. الاجتهاد يوصل كده. اه طبعا. اه طبعا. آآ. مع يعني. مع احترامي. كلكم كم. يقول لك هما بيقولوا ايه? لكل مجتهد. نصيب. ما قالش الكل مهاري نصيب. مم. صح? مقالش الكل حريف نصيب. مم. لكل مجتهد. مم. اثبت لك. مم. طيب. احمد فتحي. مهاري. نعم. من اهم ميزة عنده. تزديد. اه. لأ مش كافة الفنيات. اه. الاجتهاد. الاجتهاد طب. يتمرن كويس جدا. صحيح. بيموت نفسه. اه. تحس انه مركز. اشتغل على نفسه. الراجل بص جسمه عامل. لا. اه. بص جسمه عامل ازاي. اه. الى الان. ده لعيب مجتهد. مم. ما بيهزرش. اه. عشان كده. زلطان. فيه فيه امهار منه. اه. زلطان اه. عنده سن نبدلع برضو شوية. اه طبعا. اه يعني. وغرور. لا حتة الغرور دي حتة تانية بقى انت كده روحت للشخصية. بس اصلي. اه. معي الشخصية تأثر ولا ما تأثرش. اه طبعا. اهم حاجة في الرياضي مش ملعيب الكوردلات الشخصية. اه. الشخصية. يعني انا احنا كان اصلا في بداية الحلقة بنتكلم عليه. ان انا عاوز اشوف شخصية النادي الاهلي في افرق. الشخصية دي. اه شخصية الفريق بتجيبها من شخصية مين? اللاعب. صحيح. واللاعب ده بيجيبها منين? من در. من التربية اللي يتربى عليها في النادي الاهلي. صحيح. عشان كده انا قلت لك اللعيب في النادي الاهلي بيتربى. انا ما مين اللي قدامي انت لازم تكسب. صحيح. طيب. اه تأثير بقى محمد صاحب. انا بقى عن الفني والاجتهاد والاسباب اللي قدل لكده. لما لاقي اليكساندر اه الباكل يمين اللي في اليكساندر بالنسبة لهم لعيب كنبلة. اه تأثير. اه تأثير هذا التصريح مش هو بس نظم لعيبة. بس انا بكلمك على واحد ايكونة بتاعت انجلترا دلوقتي. اه لما يقول ده على محمد صلاح. في كل الاحوان الكرة المصرية مش زي الكرة الانجلزية. لما يقول تأثيره علينا ايه? اه ده تأثيره حاجة كبيرة جدا ان يعكس لك الناس دي شايفة ازاي محمد صلاح. وانت برضو لسه في ناس بتحاولت يعني تشوه الصورة بتاعت اه اللعيب اه المصري او محمد صلاح بصورة ادق. يا جماعة احنا مش كل يوم بيطلع لنا احسن لعب في الدور الانجليزي. احنا مش كل يوم بيطلع لنا هتدفق اكوا دوري في العالم. احنا مش كل يوم يا جماعة احنا كنا بنتفرج على دوري ابطال اوروبا ده واحنا هتشجع مين النهاردة هتشجع ميلا ولا هتشجع مش عارف مين. انت النهاردة مصر كلها بقت بتشجع عشان عندك حلم ان لعيب مصري يرفع الكاس. بغاية لما الحلم بقى حقيقة. احنا من ساعة الكابتن محمود الخطيب مفيش حد يا جماعة شارل جايزة احسن لعب في افراكي. صحيح. انت عارف احنا بنتكلم اه سنة كم? اخيات اتنين يعني ايه التالتة احنا كنا بتكلم على صلاح كده. شوف وصلة الايه? اه ازاي ما يكسبهاش? ازاي مش عارف ايه? يعني اه رجعك للأه للأه ان الاحلام اللي انت بتشوفها او الامنيات اللي انت بتمني نفسك بيها. ممكن تتنفز. ليه لا? صحيح. نفزها لك. يعني ايه اللي فاضل? اه. الرجل بيقفل اللعبة اه. ايه اللي فاضل? دوري ابطال اوروبا كسب السنة اللي فاتت. اه. سوبر اوروبا كسب السنة دي. اه اللي هي تسعتاشر. لما تلعب في تسعتاشر. كس العلم للاندية لسه كسبه من شهر ونص. اه. ولا من شهر. فاضله الدوري الانجليزي. اه. بيقفل اللعبة. انت كنت تحلم من اه رجل انت محمد زيدان لما كسب الدوري الالماني وتلعب عالم مصر على المنصة الناس كانت كلها فرحانة. فما بالك بقى يطلع على منصة اقوى واعنة في دوري في العالم. طيب بيساعد دايما رونالدو منتخب قوي. شايف منتخب ازاي في فتصفيات كس العالم. مجموعتنا. اه قول تاني معلش? مين? دايما بيساعد عشان محمد صلاح او اي نجم يوصل للمراتب عليا انه يكون منتخبه قوي وبيقدر ياخد بطولاته. مش شرط الله يصدقني. والله يصدقني لواحده. بص ما فيش قعدة في الموضوع. ام. يعني هتجيب لدي هجيب لك يعني حاجة عكسها. ام. هتجيب لدي هجيب لك حاجة عكسها. طيب معنى. هو منتخب الارجنتين مش منتخب قوي. جدا. طيب شفت انت اتسمت ازاي? يعني هو اكون اجويره ده مش فروت. اه. جامد جدا. لما يطلعوا اي كاردي اصلا ويستبعدوه اي كاردي ده مش فروت مرعب. مرعب. طيب دمارية ده مش مرعب. مرعب جدا. ديبانة ده مش مرعب. يا حرف جدا. طيب شف انت بتتكلم كل دي لعيبة معنداش. طيب. ومسي. يعني اذا معه منتخب قوي. عمل ايه? انا كان اقصلي بالنتايج. عشان تساعده هو. احنا بتكلم على صلاح كحالة. نساعد صلاح ازاي انه هو يوصل للبالوندور. يوصل لنه ياخد حاجات كبيرة. احنا هو ساعدنا. هو ساعدنا في انه نقل نقل الكرة مصرية حتة تانية خالص. مزبوط. احنا نساعده ازاي? وهنقلها بقى اروح للقرعة. انت هتساعده ازاي كالناس مسؤولة عن الكرة في مصر? عاوز الحق ولا بنعمه? الحق طبعا. عاوز الحق? اه. عاوز تساعده? اه. سيبه في حاله. طيب مجموعة مصر في كاس العالم. اه مجموعة مصر في كاس العالم هي هي نفس. افندم? تصفيات كاس العالم. اه اه هي هي نفس الفكرة. اه. اللي عجبني بس بصراحة المرة دي ان احنا كل تصفيات كاس عالم كانت بتحصل كان الاعلام الرياضي في مصر يقع في غلطة كارثية. بمعنى ان في الفين واثنين قبا واقعنا مع المغرب. هي المغرب ومصر المنافسة مش هتبقى برارة. ونعمل حالة. نعمل حالة سلبي. وانت اللي تشخص المنافس بتاعك. ام جالك السنغال متاهل على حسابك. صح. انت والمغرب. صح? طيب. والسنغال راحت وشرخت بقى زي ما بنقول في عالم كورت الكادم. قامت راحت كسبة بطل العالم في الافتتاح فرنسا وقتها. في كاس العالم الفين واثنين كانت فرنسا بطل اه تمنية وتسعين. كسبتهم. طيب دخلنا على الفين وستة. كمين المنافس. الاعلام المصري قال لك هو ده المنافس بتاعنا. اه. اللي وسل كودفورة. كلنا قلنا الكاميرون هي المنافس بتاعنا. صحيح. خلاص. انت اللي شخص. احنا اللي صعدنا. احنا اللي صعدنا. صحيح. مزبوط. احنا اتعدلنا مع الكاميرون هناك واحد واحد. وهما ضيعوا بالجزاء في ودي اللي نوعا ما هدت الدنيا شوية انت جتلك فرصة انت لضيعتها انت لضيعتها بقى ما تلومنيش انا كمنافس انت اللي شخصت وقلت الكاميرون هي المنافس بتاعي وربنا يستر ولو فاكرة كان اخر مباراة كنا هنروح يا وين دي اللي هي اخر مباراة جتلك كوديفار وكمان كوديفار قامت ايه شرخت بتجيل الدهبي بتاعها يا توريو وحبيب كله توريو ودي دي دي رجبة وذكورة الجيل اللي احنا عارفين جي بعد كده كسل عالم اه يلا يعني كلام معاك الحلو ما بيانتهيش بس يعني هاخد بس منك توقعاتك ما تقول للمجموعة اول مرة احنا ما نعملش الموضوع ده يعني ما تقدرش تقول مين المنافس الحقيقي بتاعنا فانا شايف ان دي ميزة صراحة ده واحد رقم اتنين اللي قلته على النادي الاهلي لازم يتطبق على منتخب مصر شخصية لازم يبقى فيه شخصية انت شفت شخصية منتخب مصر في اول مباراتين مع كابتن حسام البدري تعادلت مع كينيا هنا في برج العرب وبعدها رحت تعادلت مع جزر الكمر برا واتلعب عليك كرة جامد صراحة فانا شايف ان انت منتخب مصر في حاجة شديدة جدا بعد الامم الافريقية وبعد اول مباراتين في تصفيات الامم الافريقية في حاجة شديدة جدا لاستعادة هبتو على مستوى الكرة الكلام ده هيجي ازاي هيجي بان انت لازم تبدأ تكسب برا ولازم تعتبر ان كل مبارات بمسابة كاس المبارات دي هكسبها توقعت مصر لسعت اه ان شاء الله من المجموع دي تسعت من المجموع لكن بعد كده الله اعلم بقى في لا بعدها لكل حدثين حديث ان شاء الله شكرا جدا استبتعت بك الله ربنا يخليك استبتعت بك هنا وفي كل حتة ربنا يخليك دايما واجه المشابش يعني انا بشكر المسؤولين هنا ده بيتي طبعا يعني بجد كلمت براحتك؟ قلت كل حاجة؟ قلت كل حاجة خالص شكرا ما تبحوش في اي حتة بعد شوية ملك واكتابة اما انا فاستودعكم في امان الله موسيقى